اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وارعاه ملك مملكة البحرين المفدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليسرني أن أعبر لجلالتكم عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة إحراز المنتخب الوطني لكرة القدم لقب بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين بعد فوزه المستحق على شقيقه المنتخب السعودي في إنجاز رياضي مشرف يعزز من مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي وذلك في إطار ما تولونه جلالتكم حفظكم الله من رعاية واهتمام كبيرين للنهوض بالرياضة البحرينية والذي أهلها لحصد العديد من البطولات والألقاب الرياضية على مختلف الصعود محليا وإقليميا ودوليا وننتهز هذه المناسبة لنجدد لجلالتكم حفظكم الله العهد على مواصلة بذل الجهود لتحقيق طموحاتكم العظيمة والارتقاء بمختلف مجالات التنمية الشاملة في إطار رؤية جلالتكم الحكيمة التي كان لها أكبر الأثر بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه بلدنا العزيز من مكانة رفيعة في المجالات التنموية كافة ولا يفوتنا الإشادة بالروح العالية والمستوى الرفيع الذي أظهره أبناء البحرين في المنتخب الوطني لكرة القدم الذي تجسد في حرصهم على تمثيل وطنهم خير تمثيل والإصرار على رفع رايته عبر هذا الفوز الكبير داعنا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويصبغ عليكم موفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليف بن سلمان أهل خليفة رئيس الغزراء اشتركوا في القناة